أهلا بحضراتكم من جديد هنستعرض مع بعض المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا للحديث عن آخر التفاصيل والاستعدادات لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ طيب نبدأ مع بعض من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طيب أول حاجة معايا صورة جماعية لفريق النادي الأهلي واللعبين أفشاد يانج أيمن أشرف طاهر محمد هاني الشناوي السلية علي معلول وعنوان الصورة انت بتلعب للأهلي إياك تنسى الأمجات إن شاء الله النهاردة بإذن الله يكون فيه مجد جديد من أمجاد النادي الأهلي أيضا كمان من الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي والحساب الرسمي على الإنستجرام كتبوا اليوم كأس العالم للأندية الأهلي من أجل موصلة كتابة التاريخ مواجهة قوية بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا بايرن ميونيخ وتوقيت المباراة النهاردة الساعة 8 بتوقيت القاهرة طيب كمان لا يوجد مستحيل كل شيء وارد في كرة القدم ده كلام كان مهم جدا من خلال حساب جول كتبوا لا يوجد مستحيل في كرة القدم 90 دقيقة لكتابة التاريخ وعليها طبعا أبرز اللاعبين الشناوي وعالم علول ومحمد مجدي أفشا طيب فكرة التشكيل وماذا يدور في زهن بيتسو موسيماني يلا كرة النهاردة بتكلم عن تشكيل الأهلي المتوقع كيف يفكر موسيماني لمباراة البايرن وكتبين من وجهة نظرهم التشكيل ممكن يبدأ بالأهلي الشناوي أيمن أشرف بدر بنون محمد هاني مابين قصين أكرم توفيق علي معلول سلاسي في خط الوسط ديانج السلاية حمد فتحي وفي الأمام طاهر وشريف وحسين الشحات ومحمد شريف أو مابين قصين والتر بواليا في تفاصيل متعلقة بهذا التشكيل وفي كلام مهم جدا لكن كل ده هقوله معاكو بعد الفصل